الان سؤالي من اول اخواني والله السؤال بسيط من اول من اخترع مخترع مصطلح اهل السنة والجماعة مين اريد اعرفه من هو اتفضل ابو محمد ارجوك يا استاد وعد يقال ومن بيته من زجاج لا يقف الناس من اخترع من اول من اخترع اماميه لنا عشان لجع احسن احسن شوف الجواب شوف الشيعي الله اكبر من اول من اخترع الشيع الجعفري اماميه اثنى عشرية الجواب هو النبي محمد صلى الله عليه وآله في كتب السنة وفي كتب الشيع اما في كتب السنة فان الخلفاء اثنى عشر كلهم من قرش تماعدكم اسماء الخلفاء نحن عندنا طين اسماء الخلفاء اذا ما عدكم وقد اعجزتكم في حلقات سابقة احنا عندنا الخلفاء اثنى عشر زين في كتب الشيعات انه يا علي انت اول الامة والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين عليه السلام وقد اظهرت هذه الكتب التي ذكرت في كتاب الامالي وفي كتاب هذا اصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني وكذلك في كتاب المفيد امالي المفيد وكذلك في خصال الصدوق وكتب كثيرة ذكرت هذه المسألة في حلقات سابقة فمن اول من اطلق علينا اننا اتباع اهل البيت واننا شيعة واننا اثنى عشرية واننا جعفرية للامام جعفر الصادق هو النبي محمد صلى الله عليه وآله لانه احنا قال الخلفاء اثنى عشر انتم ما عندكم مصداق الوحيد على وجه الارض على وجه الارض الوحيد الذي يمثل الاثنى عشرية ونحن بكل فخر ما في على وجه الارض اثنى عشرية الا نحن او ارفع رأسك الان عدد لي من هم الخلفاء الاثنى عشر والله تنزلون رؤوسكم والله تنكسون عقلكم والله ورب الكعبة ما تستطيعون ان تعددوا الخلفاء الاثنى عشر بشرط ان تجتمعوا عليهم ما تستطيعون نحن فقط على وجه الكرة الارضية احنا لنفخر بديننا لاحظت شلون اخونا ابو محمد ايه